لا تمر فترة من الزمن من عمر الثورة السورية الطويل حتى تفتح ثغرة في جدران الصمت لتكشف ما يحدث خلف تلك الأسوار في زنازين أرحم ما فيها هو الموت بقع سوداء تتوزع على خريطة سوريا تمثل مقابر جماعية على هيئة سجون أو مسالخ بشرية كما وصفتها منظمة العفو الدولية من سجن تدمر سيء الصيت إلى صدنايا وفروع المخابرات الجوية وليس انتهاءا بفرع فلسطين آخر دفعة أضيفت لقائمة الموتى داخل سجون الأسد كانت ثمانية وثلاثين معتقلا من سكان الغوطة الشرقية اعتقلوا عام 2018 بعد أن سمح بعودتهم تحت مسمى المصالحة المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن تسليم النظام لوثائق ثمانية وثلاثين معتقلا قتلوا تحت التعذيب للمسؤولين المحليين في الغوطة منهم تسعة من عائلة واحدة ينضمون لمائة وخمسة وستين مغيبا قسريا في الغوطة وحدها منذ إبرام التسوية يؤكد المرصد أن عدد المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في أقبية النظام أكبر من الرقم المعلن بكثير لو لا تستر الأجهزة الأمنية للنظام وتعمدها إعلان وفاتهم على دفعات آلة الموت للنظام السوري لم توقفها عقوبات قيصر التي أقرت بعد انتشار صور صادمة لألاف المعتقلين الذين قتلوا في سجون النظام وقتها صدم العالم ولم يكن أحد ليتخيل أن هذا يحدث في القرن الحادي والعشرين رابطة معتقلي سجن صدنايا قالت أن النظام أعدم أكثر من 500 معتقل حتى نهاية 2020 معظمهم ممن أجروا تسوية لأوضاعهم مع النظام متهمة المجتمع الدولي بعدم الاكتراث لمأساتهم وإتاحة المجال للنظام ليرتكب ما دأب عليه منذ أربعين عاما الاتهامات للمجتمع الدولي لا يبدو أنها من فراغ فمن سكت على قتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون النظام خلال السنوات الأخيرة لا يتوقع أنه سيتحرك لوفاة عشرات غيرهم لكن حق لملايين السوريين أن يسألوا إذا كان الوضع على هذه الشاكلة فكيف يطلب من الناجين العودة إلى صياط الموت